ما حكم الدين فالمال الزائد الذي يعطى للعامل من بعض العملاء أي ما يصمى بالبخير وما حكم أخذ هذا المال دون أي نفاحة المحل التجاري وما الحكم في صرف هذا المال في وضوه الخير وهل يعتبر هذا من الأمور التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل ذلك الصحابي من أين لك هذا جزاكم الله خيرا العامل الذي في المسجر أو غيره أو في المصنع أو غير ذلك من المحلات التي يرتابها الناس بشراء السلع منها أو المصنوعات يجب عليه أن يحبق في معاملته مع الناس ولا يجيب له أن يأخذ من الزبائن أو من العملاء شيئا من المال وإنما يقصد على راتبه أو درته من صاحب المحل لا يحل له إلا مركبه أو درته من صاحب المحل ولا يجيب له أن يأخذ من الزبائن شيئا لأنه إذا أخذ شيئا من الزبائن فإن هذا يسبب التلاعب في دير والسرع وربما يقول صاحب المحل ويتساهل مع الزبائن مخيانة بصاحب المحل الواجب على الأجيب أن يختصر على ودرته وأن يصبق في تعاونه مع الناس وأن يعمل بالنظام الذي يطير عليه المسكب أو المحل إذا كان هذا النظام لا يتعارب مع الحكم الشرعي جزاكم الله خير وأحسن إليكم خير شكرا